السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة التعليم سيداء الرائد كيف انتوما كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير اذا نحن دائما في الأسبوع الخاص بالمراجعة العامة أسبوع مليء بالفروض والنماجيش الفروض مع التصحيح ديلها اللي كنخلي لكم كل فرض في جميع المواد كنخلي لكم بي دي اف صندوق الوسط قدروا تاخدوه كنقول بي دي اف معنى انه غير مصحح ورقة غير مصححة قدروا تقوموا بطباعة ديالها في مكتابة فقط بدرهم واحد لكل ورقة وحاولوا انكم تجيبوها للبيت خلقوا اجواء ديال القسم في البيت وعطونوا التلميذ ديالك الطفل ديالكم او الطفلة عفوا يقوم بانجاز لفرض قوموا بتنقيط دياله واشتعرفوا المستوى الحقيقي ديال كل تلميذة وكل طفل مفهوم اذا بالنسبة الناس اللي كي تقولوني دائما علش كنوضع لكم النماذج مصححة فانا كنخليها لكم غير مصححة معناها دا بي دي اف صندوق الوصف ولكن كنوضعها مصححة في الفيديو اللي كندير كل يوم باش يكون عندي وقت كافي لانا ننقوم بالشرح ومشرح مجوعة ديال المعطيات نعطي مجوعة من الافكار اللي تقدرون تستفيدون منها في وقت فقط في الكتابة الفيديو اللي كي يكون قليل جدا اذا نعطي فرصة للشرح هذا يهمنا اكثر من الكتابة كنا اعطيكم التسحيح تقدرون تستفيدون منه في وقت طويل يعني تقدرون تشوفوا كل تمرين وقت كافي داخل البيت اذا كتبنا انني هذه النقطة هذه وضحتها لانه جوني فيها مجموعة التساؤلات فعلا بالنسبة لك الملاس اللي يتابعوني على الفيسبوك سوف نخلي لكم الرابط دي لصفحة الفيسبوك صندوق لوس محببكم سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك الاهم هو انه يستفيد معنا اكبر عدد تلعميد وتلميذات من الدروس اللي كان وضعك كل يوم والنسبة لنقطة اخرى ً في أنكم لا تصلوا بالإشعار إلى الدروس تت asp этих دروس mà هم إذا كانوا تعلمون that if you are a Takara لان نحن متوصلوا بالاشعار إلى الدروس لانه يكون الجانئين في جميع الأمانات والآباء كي قلوا لي ً أنوا تصادف واحد من الفروض المشاهد والنمالين اللي كان دلكم صدفو الابن ديانو ولا الابنة ديالها في القسم ولكن للأسف الشديد ما شافو حتى فات الوقت وحتى داز في القسم يعني ما بقاش تفض منه لهذا حاولوا أنكم تأكدوا من الاشتراك ديال القناة حاولوا أنكم تراجعوا جميع الفروض اللي كانت تصحيح ديرها كدلك جميع المواد هذا غادي يزيد يعطيكم فرصة على أنكم تجيبوا نقاط اللي هي مزيانة ومحفزة هذا فرض أخير حاولوا أنكم تعطيوا فرصة راجعوا إن شاء الله عندكم العطلة إن شاء الله كلها فاش تلعبوا تتحكوا تنشطوا تعطيوا واحد شوية لوقت إن شاء الله في هذا آخر السنة باش تفرحوا إن شاء الله في العطلة كلها وتتقبلوا إن شاء الله سنة أخرى جديدة بكل الحب جيد جدا إذن نبدأ على بركة الله النموذج اليوم الخاص في مادة اللغة العربية غادي نحاولوا أننا نشوفوا الخط النقل ثم الإملاء نشوفوا مشوعة من الكلمات تحاولوا أنكم تعودوا كتابة ديالها بخطي ويكون جميل جدا حروف تكون جميلة جدا متناسقة جدا كل حرف حاولوا أنكم تعطيوا الحجم دياله ما تكبروا شو حروف بزاف كذلك ما تصغروهاش بشيبال الخط ديالكم والورقة ديالكم تبن أنيقة ونظيفة وجميلة جدا إذن لاحظوا معي أكتبوا وفق النموذج الخطي الحديقة إذن لاحظوا معي الحديقة كيفاش كتبت حرف الألف واللان كذلك حرف الحاء كذلك حرف الدال كذلك الياء ثم القاف ثم التاء مربوطة في أخي الكلمة كلمة أخرى يمرحون اللعب يتنافسون إذن حاولوا أنكم تقوموا بإعادة هذه الكلمات عدة مرات باش الخط ديالكم يبدأ كيفان أحسن فأحسن جيد أنقلوا الجملة التالية لعب الأطفال يوم الأحد في الحديقة إذن لعب الأطفال يوم الأحد في الحديقة كذلك حاولوا أنكم تقوموا بإعادة ديالها والكتاب الديالها عدة مرات نشوفوا الإملائ الإملائ سأعطيكم ثلاث جمل ع فول سيتحاولوا أنه تقوموا بالإملائه عفول خادوا لوحة وقلم الوحة والتباشر عير، ورقة وقلم مش مشكلة carrier وقوموا بإعادة كتابة الكلمات ومن بعد الجمل كاملة حاولوا أنكم تركزوا في الكلمات في الحروف ديالها بس تكتبوها بطريقة صحيحة إذا النموذج اللي أعطتكم أنا هو تخضروا فأخذوا نماجيش أخرى ولا أخذوا النماجيش اللي أعطتكم أنا بحل بحل إذا تلعبوا الفتاة رحضوا معي الفتاة بالبالوني تلعبوا الفتاة بالبالوني يصنعوا الأصدقاء لعبة يصافحوا التلميذ أستاذه إذا يصافحوا التلميذ أستاذه جيد إذا حاولوا أنكم تقوموا بإعادة هذه الكلمات هنخلي لكم كيف نقول لكم دائما نموذج PDF في صندوق الوصف تقدروا تستفيدوا منه رقم معكم إن شاء الله في نموذج آخر وإلى اللقاء